معنا الأستاذ سعيد من الجيزة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بس أنا عايز حضرتك تسمعني ديها واحدة أنا عندي مشكلة مدمرة حياتي كلها حصلت حضرتك يا شيخ هو ربنا مش بيخلق القوة والضعيف صحيح؟ أنا دلوقتي يا شيخ دخلت عملت عملية جراحية في مستشفى وكنت واحد بين جنسي وربنا خلقني يا شيخ بحاجة ربنا أنا ربنا خلقني في ده فمش بيدي الدكتور وبيعمل عملية لك في مستشفى بين جنسي شاول التمريد على حاجة الحاجة لي تحك عليها التمريد المشكلة يا شيخ إن أنا أنا شغال في قلبي المستشفى كل ما يشوفيني يبحق علي أنا السبب أن اللي عملت كي نسمع في حاجة ربنا خلقها فيه أرضى والله أكفر بالله لا ولا تكفر بالله ولا حاجة تعالي أقول لك تعمليه عندي أولاد ومش عارفة كيب الشغل والدكتور دكتور كبير واسمه كبير شاو بقول لك تنم التمريد وان هو أخبين جنسي وشاول لهم عن حاجة اللي عندي دي طيب يسلوا يضحكوا علي أنا كده أنا كده أنا كده أنا عملت حاجة غلط ربنا خلقني كده أعمل إيه بتاع جاوبك أنا حاجة سعيد بص حاجة سعيد أولا أنا أنا قلبي معاك وأنا شايف أن التنمر اللي عمله الدكتور ده والسخرية دي هي اللي بتخلينا نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى السخرية من الكباء فالسخرية دي والعزب الله دي اللي تقلت أخلاء وكمان نوع من أنواع والعزب الله التعدي على مراد الله سبحانه وتعالى فالدكتور اللي عمل كده لو هو سمعني ولو هو دكتور وفاهم يعني أنه هو طبيب ولو أنه هو فعلا عنده قلب بينبط بأنه هو حاسس بنعمة ربنا اللي خلق ديه تبقى ماهرة وتستطيع أنه يتعالج المرضى الآن لو هو سمعني وهو عارف سيد سعيد ده أقل شيء يعملها أنه هو يروح يعتذر له في وسط المستشفى كلها قال لي شيء يعمله عشان ما يجيش يوم الأيامة شايل مظلمة سعيد اللي قلبه مكوه ده ومكسور خطره عشان ما يشيلش مظلمته من القيامة ويتاخد من حسناته ويتحط على حسنات سعيد يروح يعتذر له على الأقل يعتذره في وسط الناس اللي هو أزافه وسطهم يا سادة ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش نكسر بخطر بعض هتيجي المظلمة دي يوم الأيامة وتسحب من حسناتك يا دكتور يا كبير اتقل لا في نفسك اتقل لا لأن دوت ما يصحش احنا أمرنا بإن احنا نرحم الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراجل مش عارف يعمل ايه بيقولك مش عارف ارفع راسي فاتقل لا سبحانه وتعالى وطيب خطر ده قبل ما يكسر خطرك ومتلاقيش اللي يطيبه لازم انت ترجع وطيب خطر الراجل ده لأن الراجل ده ما ينفعش يبكي من حاجة هو ملوش يد فيها انت طبيب بتساعد الناس ان تشوف فضل ربنا ومدد ربنا ازاي تخلي واحد ما يحس بان ربنا سبحانه وتعالى أزاه اتقل لا ولا تكون عونا للشيطان على أخيك ده الطبيب اما انت بقى حاج سعيد ايه يعني ايه يعني الناس دي كلها تقول لي ازعي من ربنا ايه يعني الناس دي كلها ساعة ما كل واحد بيدحك هو بيدحك الناس عليه انا لو شايف الناس بيدحك على ده انا شوف الناس دي كلها قامتها قصيرة ده حاجات ان الناس دي انقصت من نفسها الناس دي اسائت لنفسها قبل ان تسيء اليك انت مفروض تكون راجل صامد عندك سموت في النفس لان ربنا سبحانه وتعالى معاك لكن ما تسمحش بان حد يكسرك تيكسرك ازاي وانت معاك ربنا يكسرك ازاي وانت اصلا مددك ربنا وهو الرحمك وهو اللطيف فيك وجههم واي حد يضحك ايه و هتسمح له ان هو يكسر خطرك بس الحاجة التانية كمان ايه و هتكون يا حاج سعيد بقيت حساس او كده لان دوت هيئزيك و هيفسد عليك حياتك احنا عايزين يا سادة نزود المناعة النفسية عندنا مش اي حد يصخر مننا نسقط بالعكس اللي بيصخر من اخيه هو اللي سقط في وحلة النفس وحلة الهوى يا رب احفظنا على الدوام من كل الوحلات واحنا نعلم انك تنظر الينا الان